العالم العربي فيه سقوط عميق ومالوش مستقبل فيه امكانية انه المواطن الامريكي حامل الجواز الامريكي تنسحب جنسيته اذا ايه شو الاسباب نعم وبشروب نعم انت يعني الشخص اللي بيخسر شغل برا في الخليج بيخسر شغل بس بيكسب كرامة وبيكسب اللي هو مستقبل لانه انا حسب ما بتعبال اخبار اللي هو في الخارج وخاصة في الخليج انه فيه توطين للوظائف اللي هي موجودة وبعدين انه الاخامات اللي هي موجودة دائما اللي هي سواء كانت عامل او غيره يعني هذي مؤقت بس فيه عالم استاذ اكرم اجيت لهم وتبهدلت الفعلا العرب اللون الحظ الاقل بالمحصول على الموافقات للليجوم اذا استلام ترامب جهز الشنتاية طبعا اي شخص داخل الولايات المتحدة الامريكية حق له تقاتل بطلب الليجوم هل حقا للي بيحصل على المساعدات الحكومية ان كان من السوشال او اي نوع من انواع المساعدات بتأثر عليه عند التقديم على الجنسية او بتأثر عليه الجرين كرت بشكل عام اللجوء عن طريق الحدود يختلف عن طريق اللجوء اللي هو داخل الامريكية صفة او حامل صفة طالب كمان بينطبع عليه نفس القانون لللجوء ولا ففرص النجاح وفرص الاسبات في امريكا ناجحة جدا ترامب او اي واحد غيره اوكي لا يمكن يتدخل في القضاء من سائح لامقيم ومن مقيم لامواطن هذا موضوعنا اليوم بس مع محامي هجرة اسمه اشهر من نار على عالم واختصاصه كفيل من خلال خبرته انه يمنحك الاسئلة يلي يمكن تكلفك المئات من الدولارات طبعا هذا البودكاست لحتى يجاوب على اسئلة كتير عم تطرحوا وخصوصي للعالم للي جايين بنظام للزيارة تفاصيل كتير رح نغطيها خلال هذا البودكاست رح ناخد معنا اليوم الاستاذ اكرام ابشرار محامي الهجرة من اناهايم كاليفورنيا اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا بيكم مشاهدين شكرا كتير طبعا لاستضافتك استاذ اكرام هاي مل الاستضافة الاولى عندي على القناة بس دائما معلوماتك غنية وهذا الشيء دائما بيشدني انك تكون ضيف شرف للقناة لحتى تقدم معلوماتك ان كان لقلي او حتى انفيد الاخوة المشاهدين باي موضوع عم نطرحوا تسلم الشرف انا دائما والله حبيب الله يخليك يا رب طيب انا ما رح فوت كتير مقدمات طويلة بدنا اليوم نغطي بالبودكاست تبعنا اه موضوع شائك او مو شائك فيه عليه كتير اسئلة وفيه عالم حتى مو وصلان تتفاصيل بالطريقة للي لازم تفهمها للي هو انه اذا واحد دخل على امريكا يعني انا جاني سؤال مثلا قال لي خلال قديش اذا انا باخد فيست الزيارة بصير مواطن امريكي او واو 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 الطعط شوت كتير كبير اليوم نغطي عدة اسئلة بهذا الخصوص بحيث اني صلت الضوء هم تالي يكي وتقدم خبرتك طبعا مساعدتك للمشاهدين لحتى توصلون المعنى القانوني متل ما نقول استاذ اكرم كم قضية لجوء مكتبك تعامل معه لغاية لان ده انا بقدرش احسب يعني لانه سواء القضايا الموجودة بالمحاكم وخلصناها او اللي لسه ضايلة او في قضايا اللي جوء في مكتب اللجوء وخلصناها او اللي لسه موجود يعني بتحكي على يعني ممكن تقول الفين يمكن اكتر من هيك من بداية طبعا الصورات في العالم العربي يعني من الفين وحداش حتى من قبل يعني يعني اليوم نحن عم نقدم اجوبتنا من باب خبرة مع تعامل مع اكتر من الفين قضية لجوء ممكن صحيح تمام لانا انا نوهت هذا السؤال بس مشان يعرفوا كيف لما بيطلع الجواب كيف من مين واصلوا الجواب طيب شو التفاصيل هي لازم يعرفها اللاجئ يعني كانطلاقة كلمة لاجئ شو هي هي الصفة هو طبعا اللاجئ ولا قبل ما يكون لاجئ بيختلف الجواب ما انا جايك بالاسئلة بس هو لما نقول ان احنا لاجئ شو تفاصيل لاجئ طبعا اللاجئ بينقسم الى قسمين اللاجئ اللي دخل على الولايات المتحدة الامريكية وقدم لجوء سواء كان في المحكمة او في مكتب اللجوء وحصل على موافقة اللجوء هل يسمى لاجئ او اصيلي او الاشخاص اللي اجوا من برا عن طريق الامم المتحدة يقدموا باليو ان او بالاي او ام واجوا كرفيجيز بس هم لاجئين بس بسموهم رفيجيز الحقوق طبعا بالنسبة لهم انه بيديهم اللي هو الحق انهم يقدموا على الجرين كارد وبياخدوا بنافتس بتختلف عن البنافتس اللي هي الاشخاص اللي ما بيحصلوا عليها في حال انهم اخدوا الجرين كارد عن طريق اللي هو العائلة للي مثل يعني بياخدوا مثلا اول 8 شهور اللي هو ميديكل بياخدوا فينانشال ايد صن بنافتس يعني هو هذا انا بقدرش اجاوب عليه بشكل عام ليش لانه هذا من اختصاص السوشال سيرفيس لكن بيطلع لهم بنافتس والبنافتس هذا اللي بياخدوها لا تؤثر على الجرين كارد خلافا للاشخاص اللي بياخدو هذا كان واحد اسألتي يا اما سايليز يا اما رافيجيز يعني كله يعني ينطوي تحت اللي هو صفة اللاجة طبعا بيقدر يجيب اهله مش اهله يعني اذا هو الشخص موجود هنا وحصل على الجوه بيقدر يجيب مرته بيقدر يجيب بولاده الى اقل من 21 وطبعا بدي الحق الميقدم على الجرين كارد وبعد الجرين كارد بيقدر حصل على الجنسيه وبالتالي بيقدر يجيب ابو وامه او اخواته طيب دخلت فيزة الزيارة وقررت انه انا بدي استقر بالولايات المتحدة الاميركية الي اسبابي وجيت لعندك على مكتبك لحتى قدم قضية لجوء شو الخطوات للي انا بمرؤ فيها كلاجئ من تاريخ تقديم الطلب يعني نهار لأي انا دخلت لعندك زائر معي فيزة الزيارة لك انا استاذ اكرام بدي اقدم اللجوء حالة اللجوء شو الخطوات للي بتهيئني لإلى او لازم اتوقع طبعا اي شخص بدي قدم على اللجوء اول شيء لازم يقدم اللي هو طلب اللجوء خلال فترة سنة من دخوله لامريكا من تاريخ دخوله نعم من التجوز فترة السنة الشيء التاني انه لازم الشخص يكون مؤهل او مستحق للتقدم لطلب اللجوء يعني لازم يكون اول شيء تعرض للازاب السابق او لم يتعرض للازاب السابق ممكن يتعرض للازاب بالمستقبل والازاب هذا ممكن يكون بدني ممكن يكون معنوي ممكن يكون اقتصادي او حرمان وظيفي او شيء زيه ولازم يكون الازاب هذا سواء كان بالسابق او بالمستقبل لازم يكون مرتبط بقاعدة من قواعد اللجوء الخمسة لان اللجوء له خمس قواعد اساسية ياما العرق الجنسية الرأي السياسي الدين او عضوية في حزب وجمعية معينة فهذه الشروط الخمسة او القواعد الخمسة للجوء فبالتالي اي شيء خارج النطاق هذا ممكن ليه يعتبر اساس للجوء ومن ضمنها اللي هو حرب بشكل عام في البلد الحرب والكوارس الطبيعية لا تعتبر اساس للجوء على الإطلاق تمام لازم يكون فيه أزا والأزا يكون فيه ناكسس او علاقة سببية ما بين الأزا وقاعدة من قواعد اللجوء من ضمنها في نضيف علينا الختان بالنسبة للستات في من بلدان معينة زي السودان زي اللي هو بعض الدول الأفريقية او مصر هذا برضو يعتبر اساس للجوء ومن كمان من اسباب اللجوء اللي هو العنف الأسري هذا يعتبر برضو كمان اساس من اساسيات اللجوء فالشخص اللي عنده هذي المكونات او عنده الأسباب لتقدم اللجوء المقويمات بيقدم اللي هو على اللجوء اذا كان الشخص داخل فيه فيزة الزيارة او فيزة طالب او ايه كان وقدم على اللجوء اللجوء بيقدم من خلال مكتب اللجوء وبالتالي انه بينتظر اللي هو المقابل اللي تبعته تمام خلال الفترة هذي اللي هو بعد 150 يوم من تقدم للطلب ووصوله رسيت او اشعار بوصول القضية لالو من خلال بعد 150 يوم بيقدر يقدم على إذن العمل المشكلة انه احنا فيها عندنا تمن مراكز رئيسية لمكاتب اللجوء مع بعض الأفرع لها لان المقابلات ممكن تاخد سنين ممكن تاخد سنين بالذات بالوقت الحاضر طيب هاد بديت رح سؤال اذا انا ما بحواطعت هل فعلا العرب لون الحظ الأقل بالمحصول على الموافقات هل عم نسمع إشاعات انت بتعرف اذا تغير انتبه بس لاح تيتغير الحكم بس لا يتغير الرئيس لا البلد هذه الوحيدة اللي هي يعني القانون فيها فوق الجميع فاذا القانون القانون مكتوب وموجود ويمارس وفيه لوائح فيه تمام نعم ومن ضمنها اللي فيه ضمانات دستورية اللي موجوده فيه في نفس الوقت اللي هو صوابق قضائية بتحكم الأعمال اللي احنا شغالين فيها سواء باللجوء أو بشي غير ويتعلق في قانون الهجرة فلو على سبيل المثال أخذنا أخذنا مثلا اللي هي كاليفورنيا اللي عنا فيها هل بتخضع لي الدائرة الاستناف التاسعة أو الدائرة التاسعة فهذا احنا بنستسقي منها وبناخد اللي هو الصوابق القضائية اللي بتحكم اللي هو قاضي الهجرة وظابط اللجوء تمام هل قلتي ممكن يكون التدخل السياسي فيها أو التنفيذ فيها في الإجراءات مش في موضوع ولب مش بالقرار مش بالقانون ولا بالقرار أوكي لا يمكن يعني مثلا لا يمكن تيجي تعليمات إنه بتقول ما تغطوا العرب ما بيجي قرار ما تغطوا جنسية معينة أو المسلمين مثلا المسلمين ما في منه الإجراء ممكن يصير في تغيير يعني لو على سبيل المثال زي ما صار قبل الحكومة الحالية كان في الحكومة الجمهورية برأس ترامب إنه منع اللي هو مواطنين من جسيات معينة إنه يدخل أمريكا هذا ما في مشكلة أوكي لكن إنه إذا الشخص إذا دخل هنا وقدم على اللجوء لا يمكن إنه يكون في قرارات سيادية أو قرارات تنفيذية توجه إلى زباط دائرة الهجرة باختراق أو اللي هو يعني مخلفة القانون في شغلات في شغلات هل بتطلع تريند بتشوف فيديوهات مثلا فيديوهات فكاهية إذا استلم ترامب جهز الشنتية طبعك أنت رح تترحل فكرة الترحيل مو موجودة بالطريقة اللي عم بيعرضوه على السوشال ميديا لا شوف ترامب أو أو أي واحد غيره أوكي لا يمكن يتدخل في القضاء خاصة القضايا إلى منظورة أمام محاكم الهجرة أو الأشخاص اللي موجودين وعندهم قضايا لجوء معلقة وبينتظروا نتيجة لا يمكن في أي حال من الأحوال أي قرار سياسي يطغى على القانون المكتوب والصوابخ القضائي الموجودة حالو على الإطلاق حالو عربي غير عربي كذا ما في أوكي حتى لو الشخص اعتقل داخل أمريكا ما بيقدر يقول له تعال وإيه وروه ما في منه الحكايا لو طبعا في أشخاص لو تم اعتقالهم بنشوف هل هو أو في قوانين بتتحكم فيه إذا ما كان الشخص عرضة لا الاحتجاز أو بنسمي mandatory detention يعني اعتقال الزامي أو غير اعتقال الزامي الاعتقال الزامي إذا هو واحد الرهابي إذا هو مرتكب جريمة حاجات الزياد تمام حتى والأشخاص والشخص التاني اللي ما يكون عرضة لهذا الاعتقال الإجباري بيطلع بكفالة حتى الشخص لو ظلوا محجوز بيقول لهم أنا ما بقدر أنا بدي أقدم على الجو ولازم قرر إذا كان مستحق أو غير مستحق في بعض الحالات كانت عنا أشخاص ارتكبوا جرائم جناية وأمضوا في السجن أكثر من أربع سنوات أو أربع سنوات وهذا غير مستحق للجوء على الإطلاق نعم لكن لو الشخص عليه خطورة اللي روح على بلده بيقدر يأخذ حاجة أو أنه يقعده في البلد في كذا حال غير غير الحمال لموقات التبياس اللي هو يعني عندك بس يعني أنا بخليك لكن ما برحلة وكتير مناصة فالضمانات القانونية والضمانات الدستورية اللي منصوص عليها في القانون أو في الدستور أو في الصوابق القضائية لا يمكن المس فيها على الإطلاق سواء كان من رئيس أو أي سلطة تنفيذية أخرى ما فيه حال طيب اليوم نحنا مو بس الزائر بيدخل كزائر هو اللي بيقدم اللجوء هلأ شو وضع للي بيدخل فيزا الدراسة طالب دخل فيزا الدراسة وفعلا درس بس لا أسباب معينة استجدت معه خلال وجوده هون بالبلد أو حتى كانت صايرة معه قبل ما يجي هل صفة أو حامل صفة طالب كمان بينطبع عليه نفس القانون لللجوء ولا أي شخص داخل الولايات المتحدة الأمريكية حق له أتقدم بطلب اللجوء يعني بغض النظر عن الصفة الدخول اللي دخل فيها أو الصفة اللي موجود فيها بعد ما دخل وهذا الشيء طبعا نقدر نشوف اليوم اللي عم بيصير على الحدود هذا الحدود حاجة مختلفة نحن بنحكي على الأشخاص اللي دخلوا وقدموا على اللجوء داخل أمريكا ليه لأنه اللجوء عن طريق الحدود يختلف عن طريق اللجوء اللي هو داخل أمريكا اللي داخل أمريكا بيقدم في مكتب اللجوء ويسمى الثاني اللجوء اللي عن طريق الحدود لو بيدخلوا وبروحوا عن طريق المحاكم بنسمي دفنسف يعني تخذ فاع إن أنا ما بدي أروح فبالتالي أنا بقدم على اللجوء فبيختلف تماما في الإجراءات وفي فترة الانتظار طيب هديك المرة كمان عم بقرأ شغلة إنه في جماعة جايين من اليمن مواطنين أمريكان يحملون الجنسية الأمريكية توقفوا بالمطار تم تفتيش جوالاتهم وطبعا نحن بنعرف هذا القانون موجود ولسبب إحدى الصور اللي موجودة عندهم تم سحب الجنسيات منهم بس ما ترحلوا هلأ ما بعرف شو مصدر للي أريته أنا أو مرأ معي طبعا بس ما تم ترحيلهم تم تحويلهم لمحكمة هلأ السؤال هل فيه إمكانية إنه المواطن الأمريكي حامل الجواز الأمريكي تنسحب جنسيته بزا إيه شو الأسباب نعم وبشروب نعم أول شي الحادث اللي أنت قلتها تتضمن اتجاهين الاتجاه الأول هل يجوز لدارة الهجرة بتفتيش الأشياء الشخصية والتليفونات والحواسيب الإلكترونية اللي معاه أو لا السؤال الثاني هل يجوز صحب الجنسية في حالة وجدوا إيش فيها أو لا السؤال الأول نعم يحق لي الظابط الهجرة على الحدود المطارات والحدود البرية والحدود البحرية بتفتيش الشخص تفتيش دقيق والاطلاع على اللي هو أي إلكترونيكس موجودة تليفون آيباد كومبيوتر أي شي يجوز لي لأنه في هناك صواب قضائية تديهم السلطة بتفتيش على الحدود لأنك لا تعتبر لسه داخل الولايات المتحدة الأمريكية تمام وكثير في حالات لسه في حالة جديدة برضو بديش أقول الجنسية إيجا طلعوا السلفون لقي إليه مشاركات لحركة حماس غير قانونية نعم غير قانونية وفي ناس مهاجر إيجا برضو لقيوا أشياء مش مشاركات يعني مشاركات تفاعل لما أقول مشاركات مش بقول مشاركات عسكرية لا مجرد يعني صور وحاجات يعني زي أنه بارتقطها من الأخبار يعني من بعض الأشخاص تعم في حالات معينة وهي اللي هو طبعاً إجراءتها معقدة أوكي ولازم تكون أمام القادي أو قادي الهجرة أي من القادي الفيدرالي الفيدرالي أنه طبعاً المحامة الحكومة بقدم تشارجز يعني اتهامات معينة وبروحوا وبنان عليها يعني الوصح بالجنسية أول شي التزوير على سبيل المساء خلينا أديرك مثال أوكي أديرك مثال فترة من الفترات مش بعيدة كتير واحد أخذ الجنسية تبعته أمام جامع هو أخذ الجنسية تبعته عن طريقة ما يسمى ريليجيس فيزا ريليجيس فيزا كإمام وبعدها حصل الجنسية أوكي فهذا الإمام أنه لما أخذ الفيزا تبعته اللي هو أخذ عن طريقة ريليجيس فيزا أو كإمام فلسبب ما أنه ما بدهم إياه ففتشوا في اللي هو طلبات اليميغريشن تبعته بيّن أنه في فترة أو طلب من الطلبات أنه كدب وقال ما كانش عنده سوشال سيكوريتي تمام وانتقل من مكان لمكان قلوا له أنت كدبت في طلب الجنسية فبالتالي تنحبس ولا تصحب الجنسية نصحب الجنسية منك فصحب الجنسية فأي طبعا تزوير في طلبات الهجرة يمكن الرجوع لها وكذا نعم ممكن وممكن سحب الجنسية عدم إعطاء معلومات المفوضة تأطيها وخبيتها وعدم الولاء للبلد يمين يعني بعد الجنسية إذا طبعا إنت ارتكبت أشياء معادلة للولايات المتحدة الأمريكية طبعا بتم سحب الجنسية على سبيل المثال مثلا أنه قبل فترة تاكساس بسبب أعداد اللاجئين اللي بيدخلوا عن طريق الحدود تبعتهم بالآلاف أصدرت أصدرت اللي هي حكومة ولاية تاكساس أنه تدي السلطة للزباط والشرطة وأفراد السلطة التنفيذية عندهم باعتقال وترحيل الأجانب طبعا صار الناس لما سمعت الكلام هذا صار يخافوا لأنه اللي بطل يخافوا من الاميغريشن لأن الاميغريشن هم اللي دخلوا عن طريق الحدود وصار يخافوا من الحكومة نفسية يعني صار فيه ممكن انتقال عدد من السكان أن هناك الخاصة اللي بتأثر بهذا القرار إلى خارج حدود ولاية تاكساس لكن اليوم زي ما شفت أنا زي ما شاركت لك الخبر قبل شوي أنه اليوم القاضي الفيدرالي أصدر قرار بحكم أنه يعتبر هذا لاغي حكم الولاية لأنه لا تستطيع الحكومة كولاية إنها تتدخل في عمل الحكومة الفيدرالية إلا بإذن فيعني القانون بيمشي على الجميع دولة مؤسسات دولة مؤسسات وقانون فما في خوف على الأشخاص اللي هم موجودين جوه لكن ممكن في على سبيل المثال لو أنه تم انتخاب ترامب مثلا لأنه المرشح الوحيد في الحزب الجمهوري أمام بايدن وبايدن أكيد مش حينجح في هذه الانتخابات فبالتالي إنه لو مسك ترامب اللي حيصير نفس اللي حيصار قبل أربع سنين اللي هو أول شي اللي هو يعني تجديد الحركة على الحدود بسبب منع الأشخاص كتير فهم العرب يعني حد كنا على العرب العرب عددهم قليل يعني مش كتير مقارنة بغير جنسية اللي هم اللاتينوس والشي التاني اللي حيفرض منع نفس المنع اللي صار اللي هو للأشخاص اللي هم من دول معينة من دخلها أمريكا فهو نفس الشي حتى الكرة حتى العجلة تدور إلى قبل أربع سنوات طيب سؤال مهم بعرف أنه تفاصيله رح تكون كتير بس أعطيني يا باختصار من باب الخبرة تبعك هل حقا اللي بيحصل على المساعدات الحكومية إن كان من السوشال أو أي نوع من أنواع المساعدات بتأثر عليه عند التقديم على الجنسية أو بتأثر على الجرين كارت بشكل عام أنا زي ما قلنا قلنا فيه استثنات كتير هذا من زمان أوكي فيه استثنات كتير للأشخاص اللي بيأخذوا لهين ومساعدات من ضمنهم اللاجئين والأساليز والرافيجيز واليو فيزا والتي فيزا هذول الفيكتم والحاجات اللي زي وفيه استثناءات غالبا المفروض الشخص ما يأخذ أوكي ليه لأنه الشخص اللي بيأي عن طريق العائلة فيه اللي هو الكفير بيعمل اللي هو افاديفر او اللي هو كفالة والكفالة هذه يعني مضمونها اللي هو كعقد ما بينه ما بين الحكومة الأمريكية والشخص اللي يجي مش هياخذ مساعدة لكن في نفس الوقت أنه فيه الاستيت عندها برامج بتدي الناس لزيارة فكل واحد بيسأل الاستيت طبعتها هو المفروض لا وفي نفس الوقت إنه لو كان لا أو كان على سبيل المثال ممكن إنك انت تعبي بيانات خاطئ عشان تصير مستحق فأنا بيصير الغش هذا ممكن عرض الشخص للسجن تمام واللي هو دفع الكفيل الكفيل ما عمريش شفت يعني دفع كل المستحقات اللي أخدها بالأضافة لغرامة طيب اليوم واحد راح على السفارة الأمريكية قدم أخذ فيست الزيارة هو وعيلته وهذا على فكرة شي حقيقة سمعت فيه من فترة عنده عقد عمل جدا حلق حصلت على فيست الزيارة معي قرشين عيلته ولدين قرر يضب الشناتي ويجي له هون على أمريكا ويستقر هون هو لسه فيست الزيارة تمام انت برأيك بهيك حالة حتى لو انت ناوي تستقر بأمريكا شو لازم تفكر شو لازم تخطي وخصوصي لما تكون مسؤولة عن عائلة ورح تخسر شغل أوكي انت يعني الشخص اللي بيخسر شغل برة في الخليج بيخسر شغل بس بيكسب كرامة وبيكسب اللي هو مستقبل اذا ما كانش له بيكون مستقبل للأولاد حالة لانه انا حسب ما بتابع الأخبار اللي هو في الخارج وبخاصة في الخارج انه فيه توطين للوظائف اللي هي موجودة وبعدين انه الاقامات اللي هي موجودة دائما اللي هي سواء كانت عمل أو غيرها يعني هذي مؤقتة وتجدد وبعدها تجديد اللي هو يعني ممكن تتأثر برأي سياسي معين أو بقرارات معينة يعني ما فيش أمان في وجود في يعني في المناطق هذه على الأطلاق أوكي لكن هنا الوضع مختلف تماما يعني لو الشخص بيحصيبه من ناحية مثلا مادية ممكن تكون صعب بالبداية لكن ممكن بيعتمد الشخص على مهاراته المهنية على مهاراته العقلية انه كيف انه ممكن مثلا يستوعب الوضع بسرعة انه يعني يحاول انه يكون ناجح يعني ففرص النجاح وفرص الإثبات في أمريكا ناجحة جدا حتى خلافا عن أوروبا لانه ما فيش سقف هنا للنجاح وما فيش سقف للغنى على الأطلاق تمام وما فيش سقف للفقر تمام فهو بيعتمد أن كل شخص على حدة يعني لكن مين أفضل طبعا دائما هنا أفضل يعني أنا بقول دائما ودائما مش بس أنه العرب اللهم بقدمون جوا حتى بس في عالم استاذ أكرم اجت لهن وتبهدلت صح يعني في عالم وصلت للشارع أنا بعرف عالم دخلوا لهن مئات الألاب وخسروا كل شي ووصلوا للشارع يعني أنا عم بحكيه لا من ناحية المنطق يعني لما بيتصل واحد بيسألني بيقول لي والله حصلت عفية زيارة بيجيب مرت يولادي بيقول لي لا اطول بالك شوي إذا في عندك خيارات بديلة أنه تجي حتى أنت تكتشف الموضوع أنا فعلا في صديق لألي اجي لهن كان هيك مفكر بعد ما اكتشف الموضوع وشاف إمكانياته قال لك لا أنا برجع خليني بالأمان خليني ببر الأمان وخصوصي لما الواحد عمره يطلع فهو الأربعين سنة مثلا عفوا عفوا أنت بتحكي لي بتقول لي في ناس أجوا هنا وتبهدر مظبوط صحيح فيعني ما لهاش علاقة لا لا ما لا علاقة فممكن أنت تكون مقيم ومجنس وعندك الإقام وعندك إذن العمل وكذا وتفشل وتصير في الشارع واللي جاي هذاك ممكن أنه يفشل وصير في الشارع فإحنا بنحكي معناته على أنه بيعتمد على الشخص في المقابل أنه في ناس كثير يجعون نجحهم مظبوط صحيح أنا شفت من جنسيات كثير سوى سورية سوى فلسطينية سوى عراقية يعني من الجنسيات العربية جميعا يعني في ناس يعني أنا بفتخر أمانة في كثير من في زباين عندي من جنسيات عربية من ضمن السورية وغيرها وفي منهم مراقية وفي منهم فلسطين عشان ما حد الشزع يعني أنه وصلوا لمراكز عليا لمراكز عليا وفي جماعات عريقة أطباء يعني هذا أنا أمانة أطباء في مستشفيات وتخصصات يعني إشي هذا أنا بفتخر فيه أمانة يعني فيه حرام يعني ما نقولي طيب نفترض أنه الشخص ما قدر يعني بس أولاده ممكن ينجحوا مظبوط صحيح ساعتين تعمل تشتغل مستاذا يعني أنا في نفس الوقت أنه أنا ما بقدر أتحمل وأشوف نفس أنه مثلا أنه أنا أكون مثلا في دول من دول الخليجي مثلا وأنا كل يوم يعني أضطهد يعني سواء كان بالكلام أو بسؤل معامل أو يا وافد يا واجنبي يا كذا وبتاع هلأ أليت قلت الحالات ممكن لسه موجودة بغض النظر بغض النظر بس أنا أنا بعتبر أنه أنه العالم العربي فيه سقوط عميق وما لهش مستقبل المستقبل لي ما ينافق أو يجري مع الديار فأنا بتصور متنملك آه فأنا بتصور أنه سقط قردي طيب هذا سؤال رح يفتح لنا سؤال تاني أمريكا وضع الاقتصادي الاستاتو وضع اقتصادي قوي في كتير عالم تقول لك أمريكا فشلة الدولار رح ينزل الاقتصاد خربان أنا شخصيا ما شفت هذا الشي شوف أنا مش اقتصادي بس أنا اللي بقول لك الكلام هذا أنه أمريكا أكبر دولة في العالم وأقوى دولة وأقوى دولة في العالم سواء اقتصاديا وعسكريا ودولة مصنعة ودولة بالعربي فتوة تدفع وبعدين مش بسيكها بس أنه أغلب الدول أغلب الدول أنه شارية سندات من أمريكا بالدولار صحيح وأكتر الناس الدول بالذات الدول العربية والدول الغنية حتى استثمارات في البلد وبالدولار وكل التعامل بالدولار والسياحة بالدولار هل قلت خلينا أسألك سؤال أنا لما أجي أقول لك أنا بدي أعطيك هاي ميت دولار ولا أعطيك بريكس هارانو واتسا بريكس صحيح صحيح أنا لو أعطيتك السرلينة بتقول لك هارانو هارانو السرلينة ما بقدنا عنه السرلينة بس الدولار دولار 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 معناه أنت فهمها كيف لأنه مرتبط بالدهب وحتى ملحوظ الدولار الأمريكي فيعني وبعدين أمريكا بتطبع ولا عندها احتياط دهب ولا أي احتياط من أي شيء بس عندها عندها القوة فيعني اقتصاديين لأنه أنا بتصور أنه لو أمريكا انهارت اقتصاديين العالم كله بينهار صحيح مضبوط وصارت لألف وثمانية صحيح صحيح يعني زي ما بقولوا أنه الفرنسيين بالأزياء تمام والإيطاليين بالبيتزا لا أظنني أو بعرفش العطور ولا أو إيطاليا الأزياء الفرنسيين هنا العطور وحتى الأزياء وأمريكا الدولار معروفة هذه يعني معروفة هذه فما في بالعكس وبعدين اللي بيقول لك يعني سيبك بعدين إنه إنه لو جيت الوضع الاقتصاد تبع أمريكا ممكن ما أنجح تمام طب وإنت عنا في بلادنا بلادنا المدمرة بتلاقي واحد عامل بزنس ومشاء الله وفاتح عليها مزبوط صحيح فملهاش علاقة هنا أمريكا زي ما حكيت لك بلد بلد الفرس أرض الفرس دائما وبعدين احنا بنحكي ممكن في منظور عربي أو في دائرة ديقة من العرب بس سيبك من العربي أنت في عندك أجانب من كل دول العالم بتيجي عندي صديق برازيلي يجع بيقول لي حتى كان ما عندي اشتري شوز تبعي للي إلبسه ومشاء الله اليوم رجل أعمال مئة وسبعة وثمانين مليون دولار فهذا أنا كويس فهو يعني هذا فرصة إذا ما كاناش للأشخاص لك برفس إنه هو كويسين لا 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 في آخر حاج عشان يعني طبعا احنا اتفقنا إنه نختم يعني إنه طبعا القاتل في مخاوف جديدة وبيقول لك إنه ترامب حقيقة وكذا طبعا في حل يعني في مسألتين لازم تحل قبل ما يجي ترامب ترامب اللي هو لازم المحكمة العالية لازم تصدر قرار في في الدفاع تابعه بالحصانة فيما يتعلق وفي كذا ولاية شالت اسمه عن اللاحة الانتخابية إذا فصل وبالنسبة لقضايا للإفراد اللي هي عنده في اللي هي في نيورك لو الأمور هذي ستلت يعني إنه انتهت وقصدرت المحكمة العليا في المسألتين التنتين اللي هو في اللي هي مسألة الحصانة والتاني اللي هي مسألة لواحد الانتخابية اللي موجود فيها فحيومه هدى الطريق لإله إيش بدي يجي أو إيش بدي يجي بمعاه هل حيختلف عن اللي عمل إنه من 16 لـ 20 نفس الشي فنرجع بالزاكرة إلى 16 و20 التأشيرات الموقفة الحدود الموقفة بس اللي بدي يتواصل معك طبعا معلوماتك رح تكون بعد إذنك بسندوق وصف هاي الحلقة استاذ أكرام وبشرار مو بس عن طريق قناتي يعني عمل بحث على جوجل وبيطلع معك أنا بالنهاية إعلامي والغاية من القناة لحتى اتوصل الصوت الآخر دائما لحتى سلط الأضواء بطريقة أو بأخرى بتمنى كون أسئلة كتير جاوبتكن عليها بس إذا لسه عنكن أسئلة وأسئلة شخصية فيكن تتواصلوا أكيد مع مكتب الأستاذ أكرام وبشرار وما رح يأثر معكم بأي شي بدي تشكرك لوقتك شكرا لها اللقاء القيم وإن لقاءات تانية إن شاء الله شكرا مع السلام اشتركوا في القناة